شدد محافظ المينيا عماد كدواني على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملك الدولة في جميع مدن وكرة المحافظة أوضح المحافظ أن المرحلة الثالثة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات ستستمر حتى العشرين من سبتمبر الحالي مشيرا إلى ضرورة متابعة الوحدات المحلية لرصد التعديات والتعامل الفوري معها وأكد أهمية التصدي للبناء المخالف واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين سواء من المواطنين أو من المقصرين في أداء واجبهم من الأجهزة التنفيذية